بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم المتفضل على عباده بالنعم والعطايا صاحب الفضل والهداية الرؤوف الحليم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين بعد أن نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين تفرق العباد في الأرض طائعين موحدين ولكن الشيطان ما كان ليترك بني آدم على الخير والفطرة الطيبة فوسوس للناس أن أشركوا بالله فأطاعوه بجهل ثم أصروا ثم استكبروا فأرسل الله لهم رسله فكذبوا الرسل ثم أصروا على ضلالهم ثم استكبروا وهكذا كان حال قوم عاد الذين بعث الله فيهم رسولا منهم ليهديهم لصالح العمل فأبه إلا الضلال وفي مدينة إرم كان لنا مثل جلي في رطف الله بعباده حينما بعث فيهم نبيه هودا عليه السلام فكان لهم من الناصحين واستبر على نصحه لهم فكذبوه فما كان عاقبة المكذبين آه رأيت هذا هو دمدم الذي حدثتك عنه كثيرا يا صدد إنه كما وصفته بالفعل يا شداد وسينفعنا كثيرا في حروبنا مع الأعداء هذا إن وافق فهو فارس متقلب المزاج إذن فلتدعوه في الغد إلى قصر الجبل ولنعرض عليه الأمر سأرسل له اليوم فلو وافق سيكون السهم النافذ في قلب أعدائنا وهود هو ابن شارخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وكان عاد يسكنون الأحقاف ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة وهم قبائل كثيرة نذكر منها عاد وثمود وكان قوم عاد هم أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان وكانت أصنامهم ثلاثة صد وصمود وهرا فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام كم أنا سعيد ونحن قد شارفنا على الانتهاء من تمثال الإله صمود ستتزين أسواق إرم بهذا الإله العظيم الفخر لنا يا صديقي الفخر لنا جميعا سيكون هذا التمثال العظيم من أكبر وأعظم كل تماثيل إرم سيزوره كل الناس يعبدونه ويعظمونه سيسعد سادة إرم كثيرا بما صنعنا لقد وعدوني بمكافأة عظيمة حين الانتهاء ألفي قطعة ذهبية لكل واحد فينا هكذا كان الوعد إنه عطاء عظيم ونحن نستحقه فنحن من بنينا بأيدينا كل التماثيل لآلهتنا العظيمة هل أتى الأولون بمثل ما أتين به هل استطاع أحد غيرنا أن يسخر الجبال فيبني بيوته وقصوره فيها سوانا المجد لقوم عاد ولآلهتنا المقدسة يا ليتكي كنت في الساحة اليوم يا مداحة لقد كانت جولة دموية لا تصدق صيحات الأهالي كانت تملأ الأسواق احكي لي كيف كان القتال أخبرني بما حدث يا شاحب كان الصراع على أشده بين دمدم وقصوره ومن قتل الآخر؟ لقد فعلها دمدم وقتل قصوره يا لا خسارة عاد لقد كان قصوره من أقوى الرجال وأشجعهم بالفعل ولكن انتهى عصره بلا عودة يبدو أن إرما سيكون لها فارس جديد يا مداحة أتقصد دمدم هذا؟ ومن غيره يا زوجتي؟ يا لها من لحظات عظيمة هكذا هم قوم عاد رجالها لا يعرفون الرحمة مبارك لعاد فارسهم الجديد إلى أين أنت ذاهب يا رافع؟ إلى بيت شداد يا أبي هل سادة عاد مجتمعون اليوم؟ وكيف لا؟ وهم على موعد مع فارس عاد الجديد ما كان لشداد أن ينتظر للغد حتى يأخذ بيعة دمدم له بالطاعة وقبول الانضمام لجيشه بالطبع ومن سيكون هناك؟ كل سادة عاد لم يغيب أحد اليوم فهذه ليلة خاصة يا أبي على أي حال؟ اذهب أنت الآن وعندما تعود احكي لي عن كل شيء حدث وليكن عمت مساء يا أبي عمت مساء يا أمي في رعاية صمودة يا ولدي العزيز حفظتك آلهتنا أهلاً أهلاً بفارس إرم الكديد أهلاً بكم سادة إرم يسعدني لقاءكم هل تعرفوا أيها الفارس العظيم؟ لماذا اجتمع قوم عادل اليوم؟ من أجل تولية قيادة جيش إرم بل إعلانك الطاعة لنا أولاً يا تمتم وهل في طاعتكم شك يا سيدي؟ هذه بداية مبشرة إذن ولكن لكي أعلن لكم طاعتي وقبول الولاية منكم أرجو أن تعرفوا شروطي أولاً عن أي شرط تتحدث يا تمتم؟ الغنائم الغنائم سيدي صدد فأنا لن أرضى بما كان يرضى به قصورة فأنا لست كغيري وبطشي ليس كبطشي من سبقني وأعتقد أنكم تعرفون ذلك عني أجل أجل نعلم ولكن ما هي شروطك التي تتحدث عنها؟ أهي قصور؟ أم ذهب؟ أم حقول وحدائق؟ كل شيء سيدي شداد أن أخطار ما أشاء من العبيل والجواري أخطار أنا أولاً دون غيري ويساق ما أريده إلى قصري دون حساب طلب عجيب أيها الفارس المغوار ولكن في كل الأحوال لك ما طلبت هل لك شروط أخرى يا دمدم قبل أن تقسم بقسم الولاء لسادة عاد؟ ليس لي سوى ما طلبت سيدي إذن فلنحتفل جميعاً بفارس إرم الجديد الذي سيحصد رؤوس الأعداء من الغد يا قوم عاد أنا الأوان لتسعدوا برؤية هذا الإله العظيم تمثال الإله صمود إلهنا الأعظم سيد آلهة الكون قال هول عليه السلام يا قوم يا أهل إرم يا أحفاد نوح عليه السلام أي صيحات تلك التي تكبرون وتقدسون بها ذلك الصنم الأصم الأبكم هود احذر في كلامك وإياك أن تسب آلهتنا مرة أخرى ها أنت قد عدت لضلالك من جديد يا هود كنت أظن أننا قد ارتحنا من تخاريفك تلك يا من تدعي النبوة ألا تمل من هذا السفه يا رجل قال هود فيما معناه يا قوم والله ما بي سفاه ولكن قولي هو الحق يا قوم كيف تتركون عبادة الله الواحد الأحد وتسجدون لأصنام لا تضر ولا تنفع أين عقولكم كيف تطلب مناه أن نتخلى عما تركه لنا الآباء والأجداد قال هود فيما معناه أو إن ضل آباءكم أتتبعون ضلالهم إنما قولك هو الضلال المبين أن تجعل الآلهة إلها واحدا فذلك هو الضلال المبين يا هود لا تغتر بحلمنا عليك فلقد صبرنا عليك كثيرا ونحن لسنا بأهل صبر ولا حلم وأنت تعلم عنا ذلك جيدا فبعزة الآلهة العوالي إن لم ترجع عن أقوالك تلك ليكون لنا معك شأن آخر والآلهة العوالي لن تجرؤ على شيء يا صدد فمن يؤذي رجلا منا أذى قبيلتنا كلها وأنت تعلم أن قبيلتنا هي الأكبر والأعظم في إرم فاحذر في كلامك يا صدد وهل يرديك يا قابض ما يقوله هود دع هودا وشأنه فلا ضرر من قوله في إرم فكم من الأعوام وهو يقول ما يقول ولم يؤمن به أحد في إرم ولكنها فتنة يا قابض ونحن نأبل فتنة فينا مدام لم يحمل السيف فلا لوم عليه دع هودا وشأنه وإلا قسما بالآلهة العوالي لتكون حربا في إرم لا يعلم مداها أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة نابس قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عاد نبي الله هود عليه السلام ولم يمسسه سوء من قومه لم يقل ليتوقف عن دعوته لهم بالهداية وعبادة الله الواحد الأحد ويخبرهم دون ملل بأنه رسول الله بعثه الخالق عز وجل لهدايتهم يذكرهم بآيات الله في أنفسهم وفي الآفاق لعلهم يهتدون ولكنهم رفضوا دعوته وظلوا مكذبين لا تبقوا رؤوسهم فوق أكتفهم أحصدوا رؤوسهم كالثمار اليانعة لا تبقوا منهم أحدا ها هو هود قد عاد بأقواله من جديد ماذا؟ هل عاد هذا المجنون مرة أخرى؟ نعم عاد وعادت دعوته من جديد ففي وسط ساحة إرم راح يدعو الناس بكلامه القديم كنت أظنه قد فقد الأمل بعد أن لفظته إرم ولم يؤمن بقوله أحد هود لن يصمت أبدا مثله لا يلين له عزم ولما يصبر عليه سادة إرم؟ أنسيت يا صاحب العقل الغليد أن الهود قبيلة هي الأكبر في إرم؟ ولكن قبيلته هي الأخرى تبرأت منه ومن قوله قد لا تبرأون حقا منه ومن قوله إلا أنهم لا يتركونه لشداد ومن معه هذه هي عادات العرب منذ القدم أيها السمين الأبلع إذن فلا خاف منه يا أنز لا أيها البلهاء فقول هود قادر على أن يجعله سيد إرم الأوحد إن آمن الناس به وهل من الممكن أن يؤمن به أحد يا أنز؟ هذا هو دورنا يا عهد أن لا ندع له الفرصة لذلك وأن نقلب عليه الأقوام دائما فوجود ملك لهود يعني زوال ملك آلهتنا العوالي وأنبياء العرب كما جاء في صحيح بن حبان من حديث طويل لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الفهد المسكين حينما خرج من عرينه لم يكن ليتصور بأنه سيلتقي بنا اليوم أحسنت يا شداد أحسنت لم يكن رمحك ليخطئ فريساته أبدا فهل كانت كذلك على مداعي نبوة إرم؟ ماذا تقصد يا صدد؟ تعرف قصدي جيدا يا ابن العم فما يجول بخيالي يجول بخيالك أنت أيضا أه تقصد قتل هود؟ هو ولا شيء غيره ولكنك تعرف العواقب يا صدد ستكون حربا طارية بين قبائل إرم حربا ربما لا نستطيع يوما أن نخمض نارها ولو تركناه ستشتعل النار أيضا لكنها نار ستحريقنا فقط نحن سادة إرم وكبراء قوم عاد وما الذي تراه يا صدد؟ أن نقتل هودا هذا أمر لا بديل عنه ودونه هلاكنا لا محالة فإن دعوة هود قد تصحر بعض رجال عاد وإن كانت أعدادهم لا تذكر الآن فالوقت كفير بأن يتغير الحال ولكننا لا يمكننا أن نحارب في جباتين يكفينا الآن أعداؤنا فيما وراء إرم فنحن كلما تخلصنا من إخضاع قبيلة خرجت علينا أخرى هذا شيء لا يقلقني يا شداد فدمدم كفيل بأن يخضع كافة القبائل تحت أقدامنا فقوة جيشنا لا مثيل لها في أي من المدن والقرى المجاورة صدقت هذا ما أردت أن أقوله نحن لا نخشى على إرم ممن هم بخارجها القلق الأعظم ممن هم فيها من أهلها ونبيها الكاذب وافقكم الرأي قولكم هذا صحيح لا جدال فيه ولكن دعونا نؤجل أمر هود قليلا حتى نرى مدى أثره بين الناس فإن شعرت بانتشار دعوته بين العوام حينها فقط سيكون القول الفصل لك ما أردت يا شداد فقولك أقرب إلى الصواب إذن فلنستعد ولنكمل صيد الوحوش ونترك هودا ليوم أقل جمالا من اليوم يا له من قصر ضخم عظيم ترى في أي زمان كان للناس ما كان لنا ها هو القصر العاشر للسيد صدد قد انتهى أراه أجمل من سابقه ما بك يا رجل أليس بقلبك رحمة؟ والرجال عاد رجال رحمة ثم ما شأنك أنت أيها الفتى؟ لما تمنعني عنه؟ لقد كاد أن يموت بين يديك إن لي دين عنده وهو لم يرده أخبرتك بأنني سأرد الدين بعد يومين أفلا صبرت قليلا؟ قال لك يومان يومان فقط هذا ليس ببعيد يا رجل لا دخل لك فيما لا يخصك إنها الرحمة يا رجل كفاكم بطشا بالضعفاء أيها الناس فلقد زاد الأمر عن الحد تعيد عني يا فتى حتى لا ينالك مني ما ناله قل لي كم الدين وسأرده لك الآن مئة وخمسون من الفضة خذ هذا دينك واترك الرجل وشأنه حفظتك الآلهة يا ولدي من كل سوء حفظتك الآلهة السلام عليكم أهل البيت أبي أبي وعليك سلام الله يا أبا قادس حمدا لله على عودتك سالما هل كانت رحلتك موفقة؟ موفقة ولله الحمد ها كيف حالك أنت يا زوجاتي العزيزة؟ وكيف حالك يا صديقة؟ بخير يا أبي أخبرنا أنت عن رحلتك ماذا قابلت فيها؟ وكيف هي أرض سبأ؟ وماذا أحضرت لنا من هناك؟ كفاك أسئلة يا صديقة فأبوك قد أتى من سفره متعبا اذهبي وأعدي الطعام وبعد ذلك اسألي ما شئتي ولكني مشتاقة لأبي جدا فأنا لم أره منذ نهاية الربيع وها أنا قد عدت يا بنيتي فلا تقلقي أنا معك طوال اليوم ولن أذهب إلى مكان آخر ولتعد الطعام كما قالت لك أمك فالسفر كان طويلا أمرك يا أبي وكيف حال نبي الله؟ بخير والحمد لله إن القوم قد تعرضوا له ولكن الله حفظه من شرورهم ليس لهؤلاء القوم من سبيل إلى الحق فلقد اعتادوا الظلم والجبروت والله ما كان لمثلهم أن يؤمن بنبي الله أبدا أخبريني من الذي تعرض لنبي الله؟ ومن غيرهم يا رباح؟ شداد ومن معه من جبابرة قوم عاد والله يا راجية كم دعوت الله أن يكون لي قوة حتى أنصر دينه ونبيه إلا أنه ليس لي سوى نفسي ومالي وأهل بيته هذا كل ما أستطيع أن أقدمه لخدمة دين الله هون عليك يا رباح فوالله إن نصر الله قريب هذا يقيننا بالله دائما أبي كم أنا سعيد بعودتك سالما كيف حالك يا قادس؟ كم افتقدتك يا ولدي؟ أخبرني كيف حالك وحال التجارة معك؟ بخير يا أبي والحمد لله الخير وفير ونعمة الله علينا تزداد يوما بعد يوم لقد ورث قادس منك ذكاءك يا رباح خصوصا في التجارة فكل يوم يزيد الخير وتحل البركة علينا والله يا أمي إن إرم لأرض خير إلا أن أهلها لا يحفظون نعمة الله عليهم ولا يشكرون ماذا بك؟ أهناك أمر قد حدث؟ أخبرني إنه الظلم يا أبي الظلم الذي انتشر بين الناس ولا يستطيع أحد أن يوقفه القوي يظلم الضعيف ويصحقه بقدميه والضعيف في إرم أصبح لا يجد من يعينه ولا من يرفع عنه الظلم آه ليس لنا إلا أن نصبر يا ولدي عسى أن يكون فرج الله قريب ها هي إرم تظهر معالمها من هنا فلتستعد يا مدينة الآلهة العوالي لاستقبال فارسك المنتصر سيدي لماذا توقفنا؟ سنستريح هنا قليلا ونبيت ليلتنا قبل أن نعاود السير من جديد في الفجر فأنا أريد أن نكون على أعتاب إرم عند بداية شروق شمس الغد لندخل المدينة مهللين فيرى الناس نصرنا وغنائمنا ولكي يعلموا من هو فارس إرم الجديد سيدي الجميع يعلم من هو الفارس المظفر دمدم الذي لا شيء يقف أمام سيفه البطار إذن لا تكثر الكلام واذهب ونفذ ما أمرتك به بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاذ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نشر قوم عاد ظلمهم بين القبائل فوقعت الكثير من القبائل تحت ولايتهم إما بالخوف وإما بالغزو فكانوا يتفاخرون بينهم بأعداد من قتلوا ومن أسروا من القبائل المجاورة وكانوا كلما ذكروا من هود بالعاقبة لأفعالهم استهزأوا به وكفروا بقوله مرحى بقائد جيش إرم العظيم مرحى مرحى أهلا بكم سادة إرم يسعدني لقاؤكم كم أنا فخور بجيش إرم وبقائدها لقد أبليت بلاء عظيما يا دمدم كان أداءكم مبهرا انظر انظر كيف تبدو السعادة على وجوه أهال إرم فنصرك عظيم حقا أيها الفارس العظيم دمدم أصدقك القول لم نتوقع أبدا أن تأتي برؤوس قادة قبائل البدو وبهذه السرعة وهل في طاعتكم شك يا سيدي بل الفضل الأعظم لك فلولا بسلتك وجسارتك لما استطعنا أن ندك حصون الأعداء دك هذا ما نعرف عن شجاعتك يا دمدم والآن حان وقت العطايا كي يسعد أهالي إرم بنصرهم العظيم أيها الحراس إلي بقادة المتمردين علينا هنا في ساحة الإله صمود أما العبيد فيباع في الأسواق وثمنهم يرد إلى القائد دمدم بعد أن يختار لنفسه منهم ما يشاء السلام عليكم وعليك السلام سيدي رباح آه كيف حالك يا غلام بخير والحمد لله سيدي أين نبي الله موجود يا سيدي تفضل هل نبي الله بخير بخير والحمد لله تفضل يا سيدي سأخبره بقدومك حمدا لله على سلامتك يا نبي الله والله ما كان يشغالني طوال سفري سواك يا نبي الله كم كنت خائفا عليك من بطش القوم الجبارين فكلما كانت تأتيني هواجس بالتضييق عليك كنت أدعو الله أن يحفظك لنا وينجيك من بطشهم رحب نبي الله بضيفه ثم قال له لا تخف فإن الله منجينا من شرورهم واحفظ إيمانك في قلبك أنت وأهلك فلئن عرفوا بأمرك لن يتركوك تبقى في إرم بعدها ومتى يكون الجهر بالإيمان يا نبي الله أخبره النبي هود بأن أمر الله بالجهر لم يأتي بعد منك الأمر ومن الإجابة يا نبي الله كل ركن هنا نحته كبار نحاتين من عهد جدنا الأول فإن كنت لا تعلم يا دمدم فأنا وشداد من جد واحد كم أنا سعيد بك يا دمدم فقصوره كان قد فقد بريقه وقوته في الأيام الأخيرة وأصبحت رأسه مليئة بالأفكار السيئة فكان جزاؤه قطع هذه الرأس الماكرة فأنا لست كغيري وبطشي ليس كبطشي من سبقني وأعتقد أنكم تعرفون ذلك عني بالفعل لقد راح كسوره كان يظن بأنه لا خينا لنا عنه فراح يطلب القصور والعبيد والجواري بغير عدد أو رقيب لم يكن قنوعا مثلك يا دمدم فضلا عن أنه لم يكن بجسارتك وها أنت قد جئت فانصلحت الأحوال مرة أخرى لذا فهذا الاحتفال احتفال بك أولا يا دمدم قبل أن يكون احتفالا بنصرنا العظيم هذا ناخبك أيها البطل اشرب اشرب فاليوم يومك فلنرفع جميعا كؤوسنا نحو السماء داعين آليتنا العوالي عسى أن تنزل بنا بركة آلية واحتفالا ببطل إرم المظفر الفارس العظيم دمدم عدت مبكرا يا رمل يبدو أنك لم تعلم بما حدث يا زوجتي ماذا حدث؟ ومن هؤلاء؟ إنهم عبيد من البادو غنائم وإرم في حربها عاد فارسها المظفر ومعه الكثير من الغنائم عبيد من قبائل البادو يبدونا بصحة جيدة سينفعنا في خدمة البيت والحظيرة خصوصا هذا العبد القوي لا هذا العبد سيكون معي في الأسواق أما هاتين الجاريتين الصغيرتين فهن لاكي قسمة غير عادلة يا رمل ولكن لا بأس اذهبي آياتها البلهاء إلى تلك الحظيرة ونظفيها جيدا أمرك سيدتي أما أنت آياتها النحيفة فعليك بتنظيف البيت وإياك أن تعبثي بشيء وإلا قطعت يدك أمرك سيدتي بكم اشتريتهم يا رمل؟ بقليل من قطع الفضة ولقد بتاع الناس الكثير منهم حتى اكتفوا وكعادتك انتظرت للنهاية حتى تبخس من قيمتهم ولما لا يا زوجاتي العزيزة هذه هي قواعد تجارة فكم أنت تاجر ماهر يا يا زوجي العزيز عليك بهم يا زوجاتي العزيزة لا تجعليهم يهنؤون بالراحة أنت تعرف زوجتك جيدا يا رجل فسأجعلهم يشعرون بأنهم في الجحيم هل قابلت نبي الله يا رباح؟ نعم قابلته وكيف حاله؟ أهو بخير؟ بخير والحمد لله اطمئني وماذا قال لك نبي الله يا أبي؟ أمرني بأن نظل على إخفاء إيماننا يا قادس إلى متى يا أبي؟ إلى متى؟ إلى أن يأمر الله يا ولدي ولكن لو بقي الحال على هذا النحو لن يتغير شيء يا أبي فأنت تعرف قومنا إنهم جبارون لا راضع لهم وقد يبتشون بنبي الله في يوم من الأيام لقد أبلغني نبي الله بأن الله سيحفظه من بطش القوم الجبارين فلا خوف عليه إن شاء الله والله يا أبي إن نفسي لتشتاق لإعلان كلمة الحق بين الناس والجهر بالإيمان كما يجاهرونهم بكفرهم عليك بالصبر يا ولدي عليك بالصبر فهذا أمر الله والله إننا لا نرجو من هذه الدنيا سوى سلامة نبي الله وحفظ دين الله وما دون ذلك فما هو إلا حطام زائل ما الذي أتى بك باكرا يا رأسة صوت؟ هود ما به؟ أتى له زائر منذ ساعات وجلس معه طويلا ومن الزائر؟ ومن الزائر؟ رجل يقال له رباح وهو من قبيلة هود وكيف كان شكله؟ له لحية قصيرة نظيف الهندام ذو رائحة زكية هذه من صفاتهم عن من تتحدثين يا عنز؟ أتبع هود يا غبي وماذا يعني هذا؟ يعني أن خطر هود يزداد يوما بعد يوم إذن فما العمل؟ العمل ما العمل؟ هذا ما كنت أستشير فيه كبار الجن وماذا قالوا لك؟ قالوا قالوا أمورا كثيرة وأحداثا مخيفة كلها شرور ولماذا لا تطلبين منهم التخلص من هود ومن معه؟ أيها الأبلة هم لا طاقة لهم بهود ومن آمن به وهم ليس لهم ولاية عليه ولا على أدباعه هذا دورنا نحن نحن وماذا عسانا أن نفعل؟ سأخبرك يا ذا القرون والحوافر وكل ما سأمليه عليك تجعله حلقة في أذنيك وحجابا بين عينيك أمرك أمرك يا سيدتي حسبك يا رجل كفك بطشا وظلما هل نزعت الرحمة من قلوبكم؟ ألا تمل من هذا الحديث أبدا؟ ألا تتوقف عن سفهك؟ وهل الرحمة بعباد الله؟ سفه؟ الرحمة؟ وما هي الرحمة؟ إنها كلمة بلهاء الرحمة صفة الأطهار الأبرار يا رجل فبالرحمة حملتك أمك وأرضعتك بالرحمة عاش أباك يحميك من بطش الناس وقت ضعفك بالرحمة يعيش الناس في سلام دون خوف الرحماء يرحمهم الله يا عاص الله أتحدثنا عن إلهك ثانية يا رجل؟ بل هو إلهي وإلهك وإله الناس كافة يا عباد الله والله ما دعاكم نبي الله هود إلا للحق فعسى ربي أن يهديكم إلى صراطه المستقيم تبا لك أغرب عنا يا رجل أغرب بل تبا لك ولألهتك الخرقاء أيها السفيه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اجتمع الناس ليستمعوا لقول هود عليه السلام وحديثه مع رجل من قومعات ولكن واحدا منهم لم يكن يتوقع أن يكون بينهم من يؤمن بهود ويصدق قوله فحينما راح قادس يدافع عن نبي الله هود حتى راح الناس ينظرون له غير مصدقين بعضهم يتساءل بدهشة والآخر يريد أن يشهر سيفه ماذا قلت يا فتى؟ قلت ما سمعته وما سمعتموه جميعا فوالله إني لا أخشى أحدا منكم وأشهدكم أني قد آمنت بهود ورسالته وكفرت بآلهتكم وآلهة آبائكم وأجدادكم أنت لا تعرف عاقبة ما تقوله فاحذر لحياتك وإياك من السير في هذا الطريق إياك وأن تعيد مثل هذه الكلمات مرة أخرى ودعك من هود وقوله والله إن قوله الحق وما دعاكم نبي الله إلا للخير ولكنكم قوم تجهلون أتعيد كلامك مرة أخرى على مسامع العامة؟ أين ذهب حلمك يا فتى؟ والله ما هداني حلمي إلا لقول الحق كفاك ما قلت يا قادس وعود إلى بيتك حتى لا ينالك من القوم سوء انفض الناس وأخذ كل واحد منهم طريقة إلا أن نفوسهم كانت قد ملئت بالضغينة لهذا الفتى الشجاع ها ها أنت يا ابن رباح قد وقعتك الفريسة بين يدي روثة؟ نعم أيها الفتى المقدام هو رافع بسيفه المصلة على رقبتك وماذا تريد بسيفك هذا؟ أيها الخسيس أريد رقبتك يا تابع هود حتى تكون عبرة لكل من أراد أن يؤمن بهود وربه أتقطع الطريقة على رجل أعزل؟ يا لك من خسيس وجبان مثل أبيك وأنت أيضا مجنون مثل أبيك فأتباع هود كلهم مجانين ولا بد لنا أن نخلص إرم من فسادكم والله إني أراك سفيها ضالا يتلاعب بك الشيطان كيف ما شاء ومتى شاء دعا كشيطاني أيها الأبلة واستعد لجحيمك القادم والله ما أراني إلا ذاهبا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما الجحيم فلم يخلق إلا لمثلك جنة عرضها السماوات والأرض ألم أقل بأنك مجنون كأبيك ونبيك الكذاب إذا كان ما تقوله حقا فلتذهب إلى جنتك المزعومة الآن خذ يا قوم يا قوم لقد قتل قادس بن رباح قتل في طريق الغابة وهو عائد لبيته قادس بن رباح لقد كان هنا في الأسواق منذ قليل ما الذي حدث له ألم تسمع بما ضر بينه وبين عاص دفاعا عن هود لا لم أسمع ثم ما شأن قادس بن رباح بهود لقد آمن به ماذا؟ آمن به؟ أوهناك من آمن بهود في قوم عد؟ إذن ففتنة هود قد بدأت في إرم لقد استحق قادس ما حدث له حتى لا يجرؤ أحد على تكرار مفاعل لا تقل مثل هذا القول مرة ثانية يا رجل فإن رباح صديق لنا أنا بريء منه ومن صداقته فربما يكون هو أيضا قد آمن بهود وإلهه ربما ولكن إن كان فعل ذلك حقا فيجب علينا طرده من إرم هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة يا صديق فدعنا نجلس ونرى أرأيت يا شدد أرأيت هذا ما كنت أحذركم منه لكنك لم تكن تنسة لقولي ماذا بك صدد؟ لما هذا الغضب؟ أخبرتك من قبل بأن دعوة هود فتنة كبرى ويجب أن نتخلص منها تحدث يا صدد دون لون ما الذي حدث؟ اليوم كان الإعلان عن ظهور المصدقين لنبوة هود في إرم ماذا؟ كيف؟ ومن هذا الذي يجرؤ على فعل ذلك الإثم العظيم؟ أخبرتكم بأن فتنته شر عظيم يقترب مننا وأن دعوته ستجد صدا يوما ما في قوم عاد ما العمل إذن يا كبير إرم؟ هل سنقفها كذا مكتوب في الأيدي؟ أخبرني يا صدد أين ذهب هذا الفتى الذي أفصح عن إيمانه بهود؟ وهل كنت تعتقد أنه سيفر بفعلته؟ لقد قتل في طريق الغابة قبل أن يعود إلى بيته ومن قتله؟ رافع بن شاحب فلقد أتاني بالقصر وسيفه يقتر دما وأخبرني بكل ما دار إذن فلقد غادر السهم قوسه لا تراجع بعد الآن فلننقف دعوة هود هذا وإلى الأبد وكيف يكون ذلك يا شداد؟ بأن نعرف كل شيء عن أتباع هود ثم نقضي عليهم أو ننفيهم إلى خارج إرم وكيف السبيل إلى ذلك؟ هو سبيل واحد فقط وتعرفه أكثر مني يا شداد عنز آه أصبت هي عنز ولا شك عمت مساء يا أبي عمت مساء يا ولدي كيف حالك وكيف هي الأسواق اليوم؟ لقد حدث أمر يا أبي وأريد أن أخبرك به قل يا رافع هل حدث شيء في الأسواق؟ نعم عاد هود لقوله ولدعوته للناس فخرج من أعلن إيمانه به في العلن ووسط أسواق إرم ماذا؟ ومن هذا المجنون الذي تجرأ على فعل ذلك؟ قادس بن رباح قادس؟ هذا الغلام اليافع؟ يا له من أهوج هو لا يعرف كيف ستكون عاقبته بل عرف يا أبي وأخذ جزاءه فقد أنزلت عليه عقاب آلهتنا العوالي ماذا؟ كيف هذا؟ ما الذي حدث له؟ تحدث يا رافع قتلته يا أبي ماذا؟ يا لك من أهوج كيف فعلت ذلك؟ هذا ما كان يجب علي أن أفعله أتجادل أيضا؟ ألا تعلم بأن قبيلته ستقتص منك؟ لن يجرؤ على شيء فأتباع هود لا حرمة لهم أخبرني يا شاحب ماذا فعل ابننا؟ لقد قتل قادس بن رباح يا مداحة قتله وهو يعلم بقوة قبيلته ماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا رافع؟ إنه من أتباع هود يا أمي وقتلته تقربا للآلهة إذا لا تحدث أحدا بعد اليوم بفعلاتك هذه وعم هود فدعني أتولى أمره أنا وتجار الأسواق رحمة الله عليك يا ولدي غفر الله لك وعظم أجرك وجمعنا بك في الجنة إن شاء الله آه يا ولدي الوداع يا أشي الوداع ابقي مكانك يا راجية فسأفتح أنا الباب رح رباح ليفتح الباب فوجد نبي الله أمامه نبي الله أنا لا أصدق ما أراه هذه هي المرة الأولى التي تزورنا فيها منذ سنوات طوال تفضل يا نبي الله تفضل فلما راح نبي الله يصبره على ما فقد قال رباح الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ يا نبي الله وعسى أن يتقبله الله شهيدا عزاؤنا الوحيد أنك بخير يا نبي الله ولم يمسك سوء من القوم الجبارين صبرها نبي الله هي أيضا فقالت محتسبة صابرة صابرة ومحتسبة يا نبي الله والله ما اهتدينا إلى ما نحن عليه إلا بفضلك يا نبي الله فنسأل الله أن يحفظك لنا وينصرك على هؤلاء القوم الظالمين عنز عنز زائرون يا عنز زائرون قادمون لنا زائرون من هؤلاء وأين هم رأيتهم وهم يسعدون الجبل قادمون نحونا كم عددهم أياتها البلهاء رجلان يا عنز فقط رجلان إن صح قولك فلن يكون سوى شداد وصدد فهم فقط من يجرؤان على القدوم إلى عنز في كافها ما إن يأتوا أدخليهم علي أمرك يا عنز يا عنز السيد شداد والسيد صدد أهلا بكم الكاهنة في انتظاركم تفضل ما أقبح هذا المكان حقاً نهو يليق بعنز و لكنك أنت من أتيت إليه بقدميك ها أنت أياتها الخبيثة كما تركتك آخر مرة و كأن الزمان لم يغير بك شيئاً كيف حالك يا ابن السيد إرم؟ بخير يا امرأة بخير و لكننا أردناك في أمر لن ينجينا منه إلا أنت خدوا أدبعه من المؤمنين أليس هذا ما جاء بكما؟ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حاول سادة إرم إغراء هود عليه السلام بالمال ولكنه رفض فلما أيقنوا أن دعوة هود لن تبتر وأن من القوم من سيؤمن به لا محالة قرروا أن يستعينوا بالمردة والشياطين عسى أن ينتصروا في حربهم على هود ومن معه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق الله العظيم لا شيء يخف عليك يا ساحرة إرم هذا هو سر مجيئنا إليك يا عز فهل نجد عندك حاجتنا؟ حاجتكم هي حاجتي يا شداد فلا أحد في إرم يبغد هودا كما أبغده أنا فبدعوته هذه تهدم إرم وينسى التاريخ مجدا إن هودا لعنة على تلك الأرض التي نعيش فوقها والخلاص منه ومن أدباعه واجب علينا أحسنت القول يا عنز وأقسم بآلهتنا العوالي إن قضيت حاجتنا التي جئنا إليك من أجلها فسنغضق عليك العطايا حتى تكتفي لا لا حاجة لي فيما عندك يا صدد فعنز لا حاجة لها بالمال فأنا لا أعمل ذلك سوى لخدمة الآلهة العوالي ولكي تحل البركة على الأرض إذن أخبرنا يا عنز من هم أعوان هود؟ انظروا هؤلاء هم من آمنوا بهود ودعوته لا تبقوا في إرم إلى الغد ولا ينام أحد منهم على فراش الليلة هذه هي أوامر آلهتنا العوالي ها هو رباح قد آمن وهذا ما حسبته فلم يكن هذا الفتى ليؤمن وحده دون أبيه جعد بن كاسب هذا أمر لا يصدق أم تأكدة أنت يا عنز من هذا الاسم؟ ما يكتب على رمال عنز لا شك فيه يا صدد هذا أمر عجيب كيف يفعل ذلك؟ وهو من قام بنحت التماثيل لآلهتنا العوالي أقسم بصمود لأعلقنه من رقبته أمام الناس جميعا حتى يكون عبرة لهم اصدقني القول يا جعد هل آمنت بهود أنت أيضا؟ تحدث يا رجل هل أنت ممن آمن بهود وإلهه؟ نعم لقد آمنت بالله رب العالمين ماذا؟ 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 ماذا تقول؟ آمنت؟ هل آمنت؟ أنت يا جعد إنك كبير نحاتين أنت من صنعت يداك عشرات التماثيل التي تزين إرم هل سحرك هود أنت أيضا؟ أكنت تغدعنا كل هذا الوقت؟ أكنت تستخف بنا؟ منذ متى وأنت مؤمن به يا جعد؟ لقد تذوقت حلوة الإيمان التي لم يتذوقها أحد منكم وما الذي دفعك لذلك؟ أي عطايا تلك التي جعلتك تكفر بآلهتنا آلهتنا العوالي آلهتنا العوالي تلك التي أصنعها بيدي التي لا تسمع ولا ترى ولا تدر ولا تنفع يبدو أن سحر هود قد تغلغل في دمائه وروحه لقد سعره هود سعره هذا أمر لا شك فيه والله ليس بي سحر ولكنكم لا تفقهون والله ما عدت أخاف الموت بعد اليوم فلقد عشت حياتي أخشى بطشكم أيها القوم وها أنا أمامكم وأنا على مشارف لقاء ربي أعلن أنني أتبرأ من أصنامكم عسى أن يغفر لي ربي ما صنعت يدايا من الجسم أقتلوه 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 خيرا يا كبير الجند ليس بخير يا رباح أخرج معي أنت وأهلك ماذا؟ أخرج إلى أين؟ وما الذي حدث؟ أمر سيدي شداد بنفيكم خارج إرم إلى أين؟ فبيتنا وأهلنا وتجارتنا هنا إلى أين نذهب يا دمدم؟ إلى أي مدينة غير إرم؟ فلم يعد لك عيش فيها يا رباح لا أنت ولا أهلك يا قوم أما كفاكم كسر قلبي بقتل ابني؟ ألا تكف عن سفك الدماء؟ أي لعنة تلك التي أصابتكم فجعلت قلوبكم كالحجارة كفاكم كفاكم لا وقت يا رباح لمثل هذا الحديث خذ أهلك واخرج من إرم واعلم أنه إذا رأىك جندي على أطراف المدينة معدى الغروب فلا تلومن إلا نفسك والله ما أقول إلا ما يرضي ربي الحمد لله على ما أعطاه والحمد لله على ما أخذ وهو ذو الفضل العظيم هل تصدق ما رأيناه وسمعناه يا خور؟ هل تصدق بأن جعد قد كفر بآلهتنا وآمن بإله هود؟ كيف أصدق؟ إنه أمر غريب فجعد لم يصرح لنا يوما بمكنون قلبه أكان خائفاً منا؟ كيف؟ ونحن أصدقاؤه المقربون كيف أخفى عنا أمراً عظيماً مثل هذا؟ هذا الأمر يجعل رأسي لا يتوقف عن التفكير أكدوجاً؟ وأنا مثلك يا خور لقد عشنا سوياً لسنوات طوال جمعتنا الأيام والليالي يا ليتني ميت قبل هذا يجب علينا أن نذهب للسيد الشداد نرجوه أن ينزل جسده المصلوب إياك أن تفعل يا خور فحينها قد يظن سادة إرام بأننا أمنا معه بإله هود صدقت لقد أصبحنا نحن أيضاً في موضع الشد فلربما يأتي الغد بحال أفضل أي حال أفضل وجعد جسده معلق ينهشه الطير يبدو أن لعنة الآلهة قد حلت علينا ها أنت قد أتيت يا سمين الرأس أتني بما عندك لقد فعلها شداد يا عنز وقضى على دعوة هود دعك من هذا الحديث الأبلة فدعوة هود موجودة ما لم يمت كل من آمن بدعوة هود طرده شداد ونفاه إلى الصحراء هذا ليس كافياً أيها الأب لابد من تضييق الخناق على هود ومنعه من الدعوة مجدداً لابد أن تقتل دعوته في مهدع الأمر ليس بسيطاً يا عنز أعرف أعرف لذا وجب علينا دائماً أن نحاربه بكافة الطرق فنحن أمام عدو قوي والانتصار عليه ليس بالأمر الهين ومن مطلوب إذن أيتها الكاهنة أن تكمل ما أمرتك به من تربس لم يعد الأمر متوقفاً فقط على هود بل على أي أحد يلتقي به إياك أن تسهو يا رأس الثور اطمئني يا عنز فأنا كالخففيش أرى في عتمة الليل كل صغيرة وكبيرة اذهب اذهب الآن ولا تحضر إلا بالجديد أمرك أمرك يا ساحرة إيرم مرحباً سيدي أين هو دنيا غلام بالداخل سيدي تفضل ليخرج هو لي أبلغه أن قائد الجيش يريد لقاءه هل تفضلت بالدخول سيدي ولك ما شئت نفذ ما أمرتك به أيها الخادم ولا تكثر الحديث ليس بخير يا هود فلقد تجاوزت حدك كثيراً وحان وقت الحساب تجاوزك في حق الآلهة والسمرارك في دعوة العوام من الناس لتركها وهذه الأكاذيب التي تنشرها بينهم لقد فاض الكيل يا هود وما إن خرج له نبي الله حتى راح يدعوه كما يدعو كافة قومه فما كان من دمدم إلا الرفض كباقي أهل إرام ثم قال له غاضباً هل تريد أن تعيد هذه الأقوال علينا أيضاً أوصل بك للسهزاء بنا إلى هذا الحد؟ أخبره نبي الله أنه أمر من ربه أن يدعو الناس كافة قويهم وضعفهم غنيهم وفقيرهم فالعباد عند الله سواء لا فرق بينهم إلا بالتقوى أتقول إن إلهك لا يفرق بين الناس؟ أخبره نبي الله بأنه سبحانه وتعالى هو الإله العدل الحق اللطيف بعباده صاحب الملكوت مسير السحاب لتمطر العصاة كما تمطر العابدين هود حدثني عن إلهك أكثر قال له نبي الله هود إن الله أحن على خلقه من حنان الأم على رضيعها يسترهم وهم عصاة ويغفر لهم وهم دعاة لا يرد طالب عفو عن بابه هو الله الإله الواحد الأحد اللطيف الرؤوف الرحيم ماذا بك يا دمدم؟ ما الذي حدث لقلبك؟ هل أصابك هود بسحره؟ لما هذا العطف الذي زرع في قلبك؟ منذ ماذا؟ منذ ماذا وأنت تعطف على أحد؟ هل تأثرت بثبات أتباع هود وشدة إيمانهم به رغب البطش بهم وطربهم من البلاد؟ هل يكون هود على حق؟ يا إله السماء يا أيها الإله الحق دلاني على الطريق الصحيح ولا تتركني دائما هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم ييأس نبي الله هود من قومه فراح يدعوهم باللين والكلمة الطيبة يخبرهم بأنه أتى لينقذهم من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة الإلهية يحاول أن يهديهم إلى طريق الحق في الدنيا والآخرة ويعيد المحاولة تلو الأخرى ولكن لم يستجب إليه أحد بعد الذين آمنوا به العادة دمدم من عند هود ليس بعد ربما يأتي بعد قليل أليستطيع تقوف هود أجعله لا يخرج من بيته أو على الأقل يتوقف عن دعوته الكاذبة تلك بالرغم من هيبة دمدم إلا أن لعزيمة هود قوة لا يستهان بها يا صدد فهو لن يتراجع عما عقد العزم عليه فقد حاولنا معه كثيرا قبل ذلك لكنه لم يرتدع لم يعود الأمر يتحمل من الصمت أكثر من ذلك وكفى ما حدث في إرام من فوضى الناس تتحدث في الأسواق عن وعيد هود وربه لهم يقولون إن الرب هود يتوعدهم بالجفاف والقهط والفقر وبدأ الخوف يسري في قلوبهم صبرك الزائد عليه هو من جعلنا في هذا المأزق يا شتاد أصبحت تكررها كثيرا يا صدد رغم أنك تعرف بأننا جميعا أتبرنا على ذلك ولو كنا قتلناه لتحولت إرام إلى بركة من الدماء فقبيلته كما تعلم ونعلم جميعا هي الأكبر والأكثر عادة في إرام كلامك صحيح يا شتاد تعلم أنني وخلدون من قبيلته وأننا غير راضين عن عمله بل إن أمر قتله ليس أمرا مكروها إلينا لكن رأي القبيلة لا يتوقف علينا أنا وخلدون الأمر أكبر من ذلك بكثير الآن دعنا نفكر فيما هو قادم يجب أن نجلس مع دندم لكي نعرف ما الذي فعله معه وبعد أن خرج كافة المؤمنين من إرام ولم يبق بها إلا القوم الظالمون نزلت عليهم آيات الله عسى أن يتوبوا ويرجعوا إليه فانقطع المطر وجفت الأرض وساد القحط وانتشر الفقر بين الناس فراح نبي الله هود يذكرهم بآيات الله التي بين أيديهم وينصحهم عسى الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويبدلهم بعد عسرهم يسرى إلا أن القوم كذبوه وعصوا ربهم فزاد الله عليهم شدتهم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين يا قوم يقول لكم نبي الله لا تحزنوا على ما فقدتم فوالله لقد نجان الله من القوم الجبارين وأخرجنا من بينهم سالمين ذلك بلطف الله ورحمته فإن الله قد نجانا من عذاب واقع عليهم لا محالة ولقد أخرجكم الله من القرية الظالم أهلها حتى لا يغمركم العذاب الذي سيلحق بهم حمدا لله على عطاياه فوالله ما حرمنا الله من شيء حتى أبدلنا خيرا منه الحمد لله صدقت يا راجية فما نحن فيه الآن من أمان أمر يجعلنا نتضبر حكمة الخالق العليم الذي وفقنا للخروج آمنين من بطشهم ولكن الحياة هنا صعبة يا رباح والرزق شحيح المرعى قليل والماء شحيح لم نعتد على ذلك يا رباح يا قوم إن الله يمتحن قلوبكم ليرى أتكون من الصابرين الشاكرين أم تكفروا بنعمة الله كما كفر أهل إرم لا والله لا نكفر بفضل الله علينا أبدا سنصبر عصى الله أن يبدل من بعد الضيق فرجا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رباح هل أخبرك نبي الله بأمر العودة من جديد إلى إرم أم أننا سنبقى هنا دائما نعم خبرنا ماذا قال لك نبي الله لقد أخبرني نبي الله بأن نصبر ونحتسب وأن لا يفكر أحد منا في أمر العودة إلى إرم مرة أخرى فإن عذاب الله سيلحق بهم في القريب فلا تقربوهم فإن أرض إرم محرم عليكم دخولها بعد اليوم ها قد عدت يا شاحب كيف الحال؟ هل بعت شيئا اليوم؟ لا لم يقترب من تجارتي أحد لم يعد أحد من إرم يشتري ولا يبيع الناس جوع يا مداحة ولا تعام في الأسواق وما العمل يا شاحب؟ لقد نفد الطعام من البيت لم يعد لدينا كسرة خبز يابسة لا أعرف يا مداحة انقطعت الحيل ولم يعد لدينا شيء نطعم به أنفسنا ونسد به جوعنا وأين سادة إرم من كل هذا؟ سادة إرم؟ إنهم مشغلون بهود ودعوته ولا يفكرون في العوام فالخير لديهم كثير والبطون ممتلئة وهل سنظل صابرين على هذا البلاء يا شاحب؟ وماذا سنفعل يا مداحة؟ ما يصير على الناس يصير علينا سندع آلهتنا عسى أن تستجيب الناس تدعو الآلهة ليل نهار ولكن لم تستجب ما الذي حدث في إرم؟ أين ذهب خيرها؟ أي لعنة تلك التي أصابتنا؟ ربما هي لعنة هود ألم يتوعدن الفقر والقهر؟ ألم يقل إن ربه سيمنع عن الماء؟ صاه يا رجل وإياك أن تقول هذا الكلام مرة أخرى هتريد أن تحل عليك لعنة الآلهة؟ لقد أصبحت أشك في هذه الآلهة فلو كانت موجودة حقا لما تركتنا بهذا الحال ولما تركت أولادنا يموتون جوعا ونحن ننقف مكتوف الأيدي ولنستطيع أن نفعل شيئا أي آلهة تلك التي تتحدث عنها يا رجل؟ قلت لك تسمت فإن لم تخف من الآلهة فيجب أن تخاف من سادة إرم فليفعلوا ما شاء أنا لم أعد أخشى أحداً فلقد أصبح الموت أحب إلي من الحياة ما هذه الأعصير يا عنز؟ هل غضبت علينا الآلهة؟ أغضقي فمك أيها البلاء ودعيني وشأني الآن واذهبي لتستقبلي غربان إرم الناعق فهم يصعدون الجبل الآن في طريقهم إلينا أي غربان يا عنز؟ عن ماذا تتحدثين؟ شداد وصدد سيطلبون الإذن للدخول علي بعد قليل فلا تسمح لهما بالدخول أخبريهم بأنني في خلوة مع الآلهة ولا يمكنني أن أقابل أحداً قبل عدة أيام ولكن نفذي ما أمرتك به أيتها البلاء اذهبي يا له من يوم عصيب لقد حلت علينا لعنة الآلهة يا صدد أنا ما عدت أثق بهذه الكاهنة يا شداد كلما نظرت إلى عينيها هيقنت بأنها كاذبة ولكنها الطريق الوحيد للوصول للآلهة يا صدد فما يحدث بإرم لم يحدث لها من قبل أرجو أن ترشدنا لشيء ينفعنا هذه المرة التحية على خدام صمود من؟ من بالخارج؟ نحن سادة إرم مرحباً سيدي شداد مرحباً سيدي صدد بارقتكم الآلهة مرحباً يا جارية أبلغي سيدتك بقدومنا ولكن عنز معتكفة الآن تناجي الآلهة وهذا ما جئنا من أجله فأخبريها بقدومنا لا 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 أستطيع سيدي صدد فغير مسموح لأي أحد حتى أنا بقطع الخلوة إذن دعينا ندخل إليها بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم يتعظ أهل إرم من قصة أبيهم نوح التي كانوا يعرفونها جيدا فلقد كان أهل القرى يحكون لأولادهم عما حدث لنبي الله نوح فانتقلت القصة من جيل إلى جيل إلا أن النفس والهوى والشيطان كانوا قد حولوا عبرة أبيهم نوح لقصص يتسلى بها الصغار فلم يعود أحد منهم ليهتم إلا بماله وتجارته فلما أتى من يذكرهم بربهم لم يستجب إليه أحد لما قطعت علي خلواتي يا شداد؟ لم نكن لنأتي إلى هنا في مثل هذا اليوم العاصف ثم نعود دون أن نلقاك يا عنز وما الذي أتى بك في يوم مثل هذا اليوم؟ ألم تشعر بغضب الآلهة يهز أركان الأرض؟ شعرنا جميعا فوجب علينا أن نعرف لماذا هذا الغضب ما الذي فعلناه لنستحق مثل هذه اللعنات من الآلهة العوالي؟ تركتم العدو الأكبر بينكم ولم تخرجوه مع أتباعه من إرم حاولنا ولكن الأمر لم يفلح معه لذا أتينا إلى هنا كي تخبرين ما الذي يجب علينا أن نفعله أن تطردوه من إرم فإن لم يقبل فاقتلوه هذا ما سيطفئ غضب آلهتنا العوالي هذا فقط هذا قول صائب منك يا عنز يبدو أن هودا لم يجعل أمامنا خيارا آخر لقد حلت اللعنة على إرم على كل شيء فيها فإن لم تتخلصوا من هود وشره ستقع عليكم اللعنة أيضا لا تتخاذل يا شداد بعد اليوم فأمر قوم عاد ومصيرهم بين يديك هل لا طلبت من الآلهة أن ترضى عنا وتتقبلنا في معيتها؟ الرضا رهن الطاعة يا شداد والمعية يا عنز المعية موجودة إن أخرجتم هودا أو قتلتموه افعل ذلك وستحفظكم الآلهة من كل سوء فإن لم تفعل فلا تلومان إلا نفسيكما ولكننا أردنا البركة من الآلهة وكف حديثا يا شداد واخذ صاحبك واذهب إلى دمدم فهو الوحيد القادر على صخريس إرم من هود اذهب الآن ودعاني وحدي في خلوتي أين أنت يا دمدم؟ ولما لم تعد تأتي إلى القصر؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ من أجل ما نحن فيه لم آتي إلى قصرك أتقول لنا ألغازا يا دمدم؟ ماذا حدث لك؟ أي لعنة تلك التي حلت بك أنت الآخر؟ لم تحل علي لعنات يا صدد بل حلت عليكم أنتم أولسنا كلنا في مركب واحد يا قائد الجند؟ لا والله لسنا كذلك فلقد هداني الله بفضله إلى طريقه الصحيح عسى أن يتوب علي ويغفر لي ما كان من ذنبه ماذا تقول؟ هل جننت يا دمدم؟ أصحرك هود مثل ما صحر الآخرين؟ والله ما قال هود إلا الحق بل وإنكم تعرفون أنه الحق إلا أن ما جاء به هود كان سيجعله سيدا عليكم فأبيتم إلا الكبر وراضيتم بالكذب دينا وهذا شأنكم ولكن والله والله ما كنت لأقبل أن أكمل طريق الضلال معكم بعد أن هداني الله لطريق الحق جيش إرما ينهار وأنت جالس في بيتك تحدثنا مثل هذا الحديث؟ لا ارجع لعقلك يا دمدم ارجع لعقلك ودعك من هذا الوراء حتى لا يطالك عقاب الآلهة دعك مما قلت يا دمدم ونحن سننسى هذا القول السفيه هيا معنا هيا فإرم في أمس الحاجة إليك؟ يبدو أن عقلكم قد خربت والقول اللين لن يفلح معكما اذهب اذهب أيها الأحمقان من أمامي وإلا قسما بمن هداني إلى سراطه المستقيم لأقطعن رقابكما وأعلقها على باب هذا البيت اذهب لا لا هذا قول رجل مصحور لا مقالة نعم مصحور صحره هود غلق النوافذ يا رمل فإنه غضب الآلهة لا محالة آه أي لعنة تلك التي حلت بيرم؟ وهل هناك غيره؟ إنه هود لقد أغضب الآلهة فنزلت لعنتهم علينا إن كان هو من أغضب الآلهة فلما تنزل غضبها علينا يمرأة لقد بارت تجارتنا وسلعنا وزاد القحط والجوع كل ما جمعته من ذهب لم يعد له قيمة يا رمل فما عاد الذهب يشتري لنا كسرة خبز يابسة أخشى أن نموت من الجوع يا رمل إن ظل الحال على ما هو علي فسنموت من الجوع لا محالة هذا صخط عظيم يجب علينا أن ندعو الآلهة يا رمل ومتى دعوناها من قبل يا امرأة حتى ندعوها الآن صدقت فنحن لم نهتم يوما سوى بكنز الذهب والفضة ونحن الآن لا ينفعنا هذا ولا ذاك سيد القائد مرحبا يا سيدي أتعرفني يا غلام تفضل بالدخول الحمد لله الذي هدانا يا غلام هل نبي الله بالداخل نعم يا سيدي بالداخل ولكنه يصلي ماذا؟ يصلي كيف تكون صلاة نبي الله يا غلام؟ دعني أريك سيدي دمدم يا نبي الله لقد جئتك لترشدني ماذا أفعل فلقد ضاقت إرم بناسها ولم يعد لي مكان بها وأردت أن أخرج مع المؤمنين وألحق بهم أخبره نبي الله هود بأنه لم يحن وقت الرحيل ومن الآن سيرافقه حتى يأذن الله لهم بالخروج من إرم فقال دمدم فرحا أخرج معك أنت يا نبي الله إنه لشرف ومجد عظيم فأخبره نبي الله هود بأنه ليس في الأمر تشريف بل هو تكليف عظيم فقال دمدم وقد بذى عليه الثبات والثقة بالله عز وجل يا نبي الله إني معك أينما كنت فأسألك أن أبقى ها هنا لحمايتك فإن القوم يتأمرون عليك فهل سمحت لي بذلك فأذن له نبي الله بذلك سيدي شداد ما بك يا وقاد اقترب معذرة يا سيدي ولكن أنا أتيناك بأخبار غير صارة تحدث يا وقاد ولا تطل رأسي بها ما يشغلها سيدي لقد ذهب النحتون وتركوا العمل وذهبت صناع والعمال ولم يبقى أحد في القصور سواء آه دمدم هو السبب في كل ما حدث لو كان موجودا الآن لما جرأ واحد من هؤلاء العوام أن يفعل ما فعلوا ما كان أحدهم ليستطيع أن يتنفس إلا بإذن مني أنا صحقا لهم جميعا اسمح لي سيدي إن الصناع والعمال مع هرون فمنذ أن بدأت الشدة في إرم وهم يعانون فلا طعام ولا شراب ولا أمان إن إرم تسقط سيدي شداد خور كفاك حديثا اذهب الآن أما أمر القصور فسأنظر في شأنها أمرك سيدي فليسمح لنا سيدي بالانصرف انصرف ما الذي يحدث لملك آبائك وأجدادك أشداد متى تنتهي لعنة هود هذا وما الذي يجب علي أنا أن أفعله كم أنا حزين على هؤلاء القوم لقد ضلوا ولا سبيل لعودتهم فكيف النجاة يا نبي الله فقال له نبي الله هود لقد أمرت من ربي بأن أدعوهم دون يأس ووالله لأفعلن حتى يأتي أمر الله أغيثوني أغيثوني يا أهل إرم أغيثوني أغيثوني من هذا المجرم توقف أيها الرجل حل قيدها ودعها بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا أسله واتبعوا أمر كل جبار عليد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كانت الشدة تزداد على قوم عاد يوما بعد يوم دون أن يرجع أحدهم إلى الله تائبا مستغفرا عصى الله أن يغفر له بل إنهم أصروا واستكبروا وبدلا من أن يتعظوا ويعودوا إلى الله تائبين أخرجت تلك الشدة أسوأ ما فيهم من شرور أغثوني من هذا المجرم توقف أيها الرجل حل قيدها ودعها لا شأن لك يا دمدم فإنها جاريتي وأنا أؤذبها لست جاريتة بل قد قتل هذا الرجل سيدي وأخذ ماله ثم أخذني عنوه هل ما قالته حقا يا رجل؟ نعم حقا فأنت ترى كيف صار الحال في إرم فالخوي فقط هو من يسود وهذا هو عرف السيف سيف بسيف يا رجل لنرى أي عرف هذا الذي سيحميك مني قم يا رجل ورحل من هنا اذهب أخبره نبي الله هود أن إنقاذ النفس التي كرمها الله لأمر عظيم عند الخالق عز وجل وأن هذه المسكينة لا أحد لها في وسط هذا الهرج اسمي هوادة ليس لي أحد فأنا أسيرة حرب وسيدي الذي اشتراني قد قتل فلم يبقى لي أحد فزوجها له فقال دمدم طائعا أمرك فإن قلت فلا قول بعد قولك يا نبي الله أقبل أقبل يا سيدي فقال لهما نبي الله هود إذن فبارك الله لكما وسبحان من جعلنا نأتي إلى هذا المكان لكي يتم فضله علينا فكم من ضائع في إرم غير هذه المسكينة هي شدة شدة يا نبي الله شدة وبلاء فاسأل الله أن يخرجنا منها على خير يا عنز يا عنز أيتها الكاهنة ما بك أيها الأبلة ولما تلهس هكذا مصيبة يا عنز مصيبة أخرى قد حلت بنا تحدث يا غبي ما الذي حدث لقد آمن دمدم بهود وربه ما ذا دمدم كيف حدث هذا ومن أخبرك به لم يخبرني به أحد أنا الذي رأيته رأيت ماذا رأيته يمشي في أسواق إرم بجوار هود فراقبتهم ولما اقتربت سمعت حديثا بينهما في هذا الحديث كان دمدم ينادي هودا بقوله يا نبي الله يا لمصيبة إرم يا لمصيبة إرم من كنا نظن بأنه سيقتل هودا أصبح من المؤمنين به لقد حلت علينا لعنة الآلهة لقد حلت علينا لعنة الآلهة سعيني يا غبي ودعني أفكر في مخرج من هذا البلاء دلني يا غرابي العزيز كيف أقضي على دعوة يود فلقد أرهقني العمر ولا ولاية لأحد علي هل قصرت حنز في شيء أم أن الآلهة العوالي غير راضية عني دلني يا غرابي الأمين فأنت رسولي ومرسالي إلى الآلهة العوالي لا شيء يبشر بالخير كل الدلائل تقول إن أمر إرم قد انقضى اللعنة ستحل علينا اللعنة ستحل علينا عنز بماذا أخبرتك الآلهة؟ لقد أرسلت الآلهة برسول غضبها وكأنها تبارك اللعنة على إرم كيف هذا؟ لا وقت للثرثرة الآن واستمع لما سأقوله لك لقد أصبح الأمر الآن شديد الخطورة فإما نحن وإما هود حياتنا أمام حياته ماذا تقصدين؟ فأنا لا أفهم شيئاً لقد ضيقنا على هود فلم يستجب أرهبناه فلم يخف أوصيت شداداً بقتله فلم يفلح حتى دمناً آمن به لذا لم يعد أمامي غيرك يا جنحوي غيري أنا؟ لا أفهم يا عنز ماذا تقصدين؟ ستقتل هوداً أنا أنا أقتل هوداً كيف لي ذلك؟ لا تخف يا جنحوي فستحميك الآلهة ولكن ماذا عن دمدم؟ أقتل دمدم أيضاً ماذا؟ لقد أخبرتني الآلهة بأنك إن استطعت قتل هود ودمدم ستصبح سيداً على إرم وستكون السيد المطاع في إرم إنه جزاء عظيم لم يصل له أحد غيرك يا جنحوي ولكن يا عنز لا تكن أحمق فهذه فرصتك التي لن يأتيك مثلها ما حيت اذهب الآن ولا تفكر كثيراً فأوعد الآلهة لك ميثاق بيني وبينهم هيا هيا يا جنحوي متى تنتهي هذه الشدة؟ عن أي شدة تتحدث يا فقران؟ القحط والفقر أصاب كافة الناس في إرم يا خلدون وأنت تسأل باستهزاء وما شأننا نحن بذلك يا فقران؟ ففي بيوتنا ما يكفينا من طعام وشراب حتى تنقضي هذه الأيام وتزول بلا رجعة ماذا عن إرم وقوم عاد؟ ماذا بهم؟ ما بك يا خلدون لم أتوقع منك أن تكون على هذه الحال والبلاد تضمر أمام عينيك وماذا عساني أن أفعل يا ابن العبد؟ ثم أين سيد إرم العظيم؟ أين شداد؟ أين هو في مثل هذه الأوقات الصعبة؟ أم أنه لا يكون سيداً لإرم إلا في وقت الرخاء؟ وكيف نعرف وقد امتنعنا عنه ولم نعد نذهب إليه؟ هو من يسأل الآن أين نحن يا خلدون؟ فليسأل كيف ما شاء فلن يجيبه أحد ولكن ضياع إرم يعني ضياعنا جميعاً يا خلدون ولما تضيع إرم يا فقران؟ أم أنك تظن كما يظن الناس أنها لعنة الآلهة على إرم؟ احضر في حديثك عن آلهتنا العوالي يا خلدون آلهتنا العوالي؟ أتقولها حقاً يا فقران؟ عن أي آلهة تتحدث يا ابن العم؟ عن تلك الأصنام التي تزين أسواق وساحات إرم؟ تلك الأصنام التي صنعناها بأيدينا أأنت حقاً مؤمن بهذا الهراء؟ كفاك يا خلدون؟ كفاك؟ لا ليس بكافٍ لو أن هناك آلهة حقاً في إرم فهي نحن نحن سادة إرم وملوكها نحن من نطعم الناس ونرزقهم نحن من نشيد القصور في الأعالي لم يسبقنا لصنع مثلها أحد من قبل لا وجود لآلهتك العوالي إلا في خيال العوام من الناس يا فقران فقط لأنهم يحتاجون من يتضرعون إليه وقت الحاجة أما نحن فلا حاجة لنا فعن أي آلهة تتحدث يا فقران آه يا لك من وغد اظهر لي أيها الجبان وقاتلني قاتلك الله دمدم دمدم يا دمدم سأموت إن أصابك شيء لا تخاف يا هوادة فدمدم لا يصرعه خسيس ولا يموت على يد الجبناء قلت لك لا تبكي فالله سيحفظني من أجلك بسم الله الحافظ العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب كل شيء ومالك كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لما ضاقت الأحوال على قوم عاد خرجوا إلى ساحات إرما يسألون آلهتهم العون ويبحثون عن مخرج من الكرب الذي حل بهم كالعميان يسيرون في حقول الشوك وكأن المحن لم تزدهم إلا ضلالة فيتقربون من الأصنام ويدعونها بتضرع ناسين ومتناسين الله الواحد القهار هيا هيا فلندعوا بتضرع هيا أكثر الدعاء يا إلهنا الكبير يا صمود الأعظم يا من بيدك أمرنا لماذا هذا الغضب يا إلهنا العظيم يا سيدة الآلهة ألا أنزلت علينا الماء من السماء كي نطعم صغارنا ولك منا القرابين ولك منا الهدايا الغوث يا إلهنا الغوث ارضى عن قوم عاد يا إلهنا قال لهم نبي الله هود ناصحا يا قوم عاد هل استجاب لكم صنامكم الأصم الأبكم أإله مع الله هود؟ راح نبي الله ينصحهم قائلا يا قوم كيف لكم أن تسجدوا لغير الله وهو من خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا قوم إني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى الحق حتى لا يكون للناس حجة على الله يوم القيامة فلم تكذبونني؟ أقمل نصحه بلين قائلا أبعد أن أمدكم الله بعطائه وفضله وسخر لكم كل شيء وزادكم بسطة في الخلق فلم تحمدوا وصرتم قوما جبارين فما كان منكم إلا النقران اذهب يا رجل فلا شأن لك بنا ولا شأن لنا بك اذهب اذهب عنا اذهب يا رجل اذهب أنت ومن آمن بك خارج إرم عسى أن تزول اللعنة اذهب فأنت نزيل شؤم اذهب يا رجل اذهب عنا اذهب هيا اذهب اذهب عنا لا تبقى في إرم وإلا قتلناك كيف كان المرعى اليوم؟ بفضل من الله يزداد المرعى خيرا كلما ذهبنا إلى أسفل إذن فهناك مرعانا من الغد هناك نسقي ونطعم إبلنا وخرافنا عسى الله أن يديم خيره علينا ولكن قل لي ما أخبار نبي الله؟ بخير والحمد لله فلقد رأيته بالأمس ومعه دمدم كبير الجند؟ لم يعود كبيرا للجند ولا قائدا لهم بل إن إرم لم يعود لديها جند فلقد تغير كل شيء وتبدل الحال ولكن لماذا لماذا صاحب دمدم نبي الله؟ لأنه آمن يا أخي آمن بالله وبنبيه هذا والله أمر عجيب كيف حدث هذا؟ كيف؟ إنها مشيئة الله يهدي لنوره من يشاء فهو المطلع على قلوب عباده حمد لله على سلامتك يا رباح الحمد والفضل من الله أي خبر هذا الذي ينادي به حنيف يا رباح؟ يخبر الناس بقدوم نبي الله حقا؟ سيأتي نبي الله إلينا؟ حقا يا راجية هذا ما أخبرني به نبي الله حقا يا أبي حقا يا بنيتي هذا أصعد خبر سمعته منذ خروجنا من إرم يا لسعادة قلبي بهذا الخبر اللهم أتمم علينا نعمتك واجمعنا بنبيك من جديد رده إلينا يا الله اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر سيدي شداد سيدي شداد ما بك أيها الحارس؟ الناس مجتمعون أسفل الجبل يحولون اقتحام القصر ماذا؟ كيف حدث هذا؟ وماذا يريدون؟ يريدون الطعام يا سيدي فالمجاعة والقحط سادت إرم آه الفوقاء يريدون أن يدخلوا قصر سيدي إرم قالها من فاجعة ماذا نفعل الآن يا سيدي؟ ماذا نفعل؟ يا الحرس من يقترب من باب القصر اقتلوه لا تدعوا واحدا يقترب من باب القصر مصيبة يا عنز مصيبة وحلت بنا نعم هي كذلك فلقد أعلنت الآلهة عن غضبها ولا سبيل لإرضائها؟ أنا لا أتحدث عن الآليات وغضبها عن أي مصيبة تتحدثين أياتها الغبية؟ تحدثي قتل جنحوي قتله دمدم بعد مبارزة بينهما من أين علمت بالخبر؟ سمعته في أسواق إرم فبعد أن قتله دمدم حمله الناس وألقوا به من فوق الجبل في أحد الهديان الصحيقة يا لمصيبتك يا عنز يا لمصيبتك كل شيء قمت بالتخطيط له لم يفلح أي بلاء هذا؟ هل سينتصر هود في نهاية المطاف؟ هل سينجو من الموت؟ ليت بي قوة حتى أقتله بيدي ما العمل الآن يا عنز؟ لقد قتل من كان يحمينا عنز لم يكن يحميها أحد بل هي من كان يرجو حمايتها الرجال وفي القريب سيأتي إلى بابي كل أسياد إرم ليطلب مني التوسط للآلهة العوالي ألم تقول إن الآلهة العوالي قد أعلنت عن غضبها؟ ولا سبيل لإرضائها؟ إنه قول هذا القبيح الأسود إنه يقول لن ترد آلهتنا العوالي إلا بقربان عظيم وما هو هذا القربان العظيم يا عنز؟ دماء 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 هود لن تقبل الآلهة قربانا غير ذلك ها قد حان الوقت لتنزل عنز من عليائها وتخطو بقدميها على تراب إرم من جديد احملي أغراضك واتبعيني هيا أمرك سيدي شداد ماذا بك؟ إنه أمر قد حدث تحدث أيها الحارس ماذا بك؟ الحراس سيدي لقد ذهب أغلبهم ورحل ولم يبقى منهم إلا قليل أعرف ذلك فهم حفنة من الجبنان إنهم يخشون باتش الأهالي بهم أتدافع عنهم أنت أيضا؟ السماحة سيدي ولكنها الحقيقة عن أي حقيقة تتحدث؟ ما زالت إرم تحت إمرتي بين يديك أنا كبير سادة إرم وسيدها الأول بالطبع سيدي لك منا كل تعظيم فأنت سيدنا وأبن سيدنا ولكن كفاك لجاجة إذا أردت أن تذهب اذهب أنت أيضا فلست بحاجة إليك فما أنتم إلا نعاج لا نفع فيكم إذهب إلى حيث شئت يا قوم يا قوم عاد يا أهل إرم هل أموا فلقد استجابت الآلهة لدعائنا إنها سحابة بطر بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ عذاب قوم نبي الله هود بأن منع عنهم المطر لثلاث سنوات فراح الناس يلهثون وراء السراب ويطلبون الغوث وهم لا يعلمون ما هو آت ويسيرون وراء السحب أينما ذهبت وكأنها حبل النجاة الوحيد ودونه الهلاك لم يكن أحدهم يعلم العاقبة وأنها سحب عذاب لا سحب رحمة وفي الوقت الذي كانوا يجتمعون فيه وراء بشارة هلاكهم كان نبي الله يستعد لمغادرة إرم بعد أن أوحى الله له بوقوع العذاب بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم ها هي البشارة إنها سحابة ممطرة لقد استجابت آلهتنا لدعائنا الشكر لآلهتنا العوالي الشكر لآلهتنا العوالي المجد للآلهة المجد للآلهة استعدوا يا قوم عاد فالخير سيحل بإرم من جديد المجد للآلهة المجد للآلهة شكرا للإله الأعظم صمود على قبول دعائي وأشهدك أشهدك يا إلهي لو نزل المطر سأبر بيميني وأكثر من الدماء قربانا لك يبدو أن شيئا ما قد أغضر الآلهة تدرعوا يا قوم عاد تدرعوا وادعوا الآلهة ابتهلوا ابتهلوا يا قوم عاد هيا هيا فلندعوا بتدرع فلندعوا بتدرع هيا أكثروا الدعاء اشتركوا في القناة إنه غضب الآلهة إنه نذير شؤم لن نستطيع أن نكمل السيرة يا عنز فالرياح شديدة لا لا أرى إلا العودة فلنختبئ في الكهف حتى تهدأ هذه الريح الغاضبة أغلق الباب جيدا أشعر بالخوف يا عنز أشعر بالخوف يدي ترتعشا يدي ترتعشا أنا خائفة أنا خائفة لن يكون لك ما أردت يا هود لن يفلح صانعك أبدا وما شأن هود بذلك يا عنز إنه صانع إنه صانع لن تفلح يا هود لن تفلح أخذونا يتوى الآلهة يتوى الآلهة العوالي يا صمود العظيم أخذونا أخذونا افعل شيئا يا عنز أيها الآلهة العوالي لا تنزلي علي غضبك رحمك رحمك أيها الآلهة بخادمتك الأمينة رحمك أيها الآلهة بخادمتك الأمينة رحمك أيها الآلهة ما هذا الذي يحدث؟ ما هذه الأصوات؟ إنها ألواح شريرة لقد حلت بين اللعنة يا شداد أصمت يا صداد أصمت هل أغلقت الأبواب جيدا يا شداد؟ نعم نعم أطمعين لن يصل إلينا أحد نحن في مأمن من العنات يبدو أنها النهاية نهاية قوم عاد يا شداد يا شداد دلنا على مكان نختارئ به لا مأمن لنا صدد فهذه الأعصير لن تلقي ولن تذر إنها النهاية 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 لا لا نحن أسياد إرم نحن عماية الملك نحن رعاية الألهة الألهة العواني أتركينا يا أتوى الألهة أتركينا لقد انتهى أمرنا لا محالة انتهى أمرنا دعك من هذا الحديث الأبله يا فخران وتأكد من إغلاق الأبواب جيدا فلئن دخلت الريح القصر فسنموت لا محالة لقد حلت علينا اللعنة حلت علينا اللعنة ولا خلاص لنا من العذاب أصمت يا فخران أصمت ولا تردد هذا الحديث مرة أخرى لا سبيل للخلاص يا خلدون لا سبيل للخلاص إنها اللعنة لقد حلت علينا اللعنة يا آلهتنا العواني رحمك الغوث من هذا العذاب يا آلهتنا الغوث لا غوث لك اليوم يا رافع فلقد حق عليك العذاب من؟ من؟ من الذي يتحدث؟ من الذي يخاطبني؟ أنا سيت صوتي يا رافع أنا سيت صوتي ودمائي لم تجف بعد من حد سيفك من؟ قادس بن رباح كيف هذا؟ إنك ميت بل أنا شهيد يا رافع والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون يا ويلي ما الذي أسمعه؟ إنها اللعنة أم أن الجنة قد مسني؟ بل هو الحق من ربك يا رافع ولن ينجيك من عذاب الله أحد لا لا أنت شيطان ابتعد عني ابتعد ابتعد عني ابتعد ابتعد ستمجيني الألهة الغوث يا أليهة للعوالي الغوث أنزل الله عقابه على قوم عاد بما كذبوا وظلموا فلم يبق بها من أحد ولم تبقي الريح أثرا في إرم إلا أفنته ليكونوا عبرة لمن خلفوهم عسى أن يعتبروا ثم نجى الله بفضله عباده المخلصين من هذا العذاب العظيم الحمد لله على قدومك لنا سالما يا نبي الله والله إن سعادتنا بقدومك سالما لهي السعادة الكبرى يا نبي الله حمد لله على سلامتك يا نبي الله الحمد لله على سلامتك الحمد لله على فضنك أرسل الله على قوم نبي الله هود ريحا عاتية سخرها الله عليهم وكانت ريحا عقيمة والريح العقيم هي الريح التي لا ماء فيها ولا لقاح للشجر وهي ريح الهلاك كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالضبور وهكذا انتهت أولى قصصنا التي تكلمنا فيها عن نبي الله هود وإلى الملتقى مع نبي الله صالح عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحس مستمر